يكتفي المواطن أحمد سالم بشراء القليل من الاحتياجات الضرورية لشهر رمضان الذي يحل هذا العام في ظل ترد الأوضاع الاقتصادية في محافظة أبيان وارتفاع أسعار المواد الغذائية بصورة تجعل المواطنين في حالة عجز واضحة صراحة رمضان يستقبلون الناس بهم وقلق ومعاناة نتيجة الارتفاع على الأسعار المواد القذائية إضافة إلى عدم الرواتب وإضافة إلى شريحة من المتقاعدين أمام هذه المناسبة وعلى الرغم من ترد الوضع الاقتصادي يستقبل البسطاء شهر رمضان في أبيان بالكثير من الأمنيات محاولين تجاوز ما يمرون به من حالة صعبة تبدو واضحة في ملامحهم وإن حاولوا إخفاءها شهر رمضان يعني ما عندنا أي استعداد له من النواحة الاقتصادية ولا من النواحة يعني قياب الدولة الدولة مشقولة بما حكات سقطرة قال إيه قلق الشرعية قال بندقر طيب هنا مشاكل الناس القلاء الفقر الجوع يعني مش قادرة تعمل حكومة الشرعية حاجة للمواطن يرى الكثير من المواطنين هنا أن ترد الحالة المعيشية ناتج عن الحرب التي تعيشها البلاد بسبب الإنقلاب وهو ما ضاعف من سوء الأوضاع عموما وليس محافظة أبيان فقط حيث تبقى هذه الأوضاع سببا في الحيلولة بين الناس وفرحتهم بشهر رمضان راتب الموظف أو دخل اليومي ما يقطي قدر حاجة اليومية يعني في الشعر نفسه الآن في الأسواق أنا بتكلم بشكل عام عندنا هنا الأسواق والمحلات وهذا يعني أزات الأضعاف في الأسعار بعضها لأنه لا توجد رقابة لا توجد رقابة على الأسعار الغياب الفعلي لمؤسسات الدولة الرقابية هو الآخر ساهم في ترد الحالة الاقتصادية كما دفع ببعض التجار إلى التلاعب بأسعار المواد الغذائية خصوصا مع حلول شهر رمضان وهو ما يراه المواطنون موسما يجري استقلالهم فيه لطف إبراهيم قناة بلقيس أبيان